لليوم الثاني على التوالي وصل قادة ورؤساء الدول والحكومات توافدهم على الجزائر للمشاركة في أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة حيث استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالمطار الدولي هواري بومدين رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي ليستقبل بعده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية كما استقبل السيد الرئيس السيد إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون استقبل أيضا الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني كما حل بالجزائر رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية السيد حسن الشيخ محمود الوزير الأول السيد أيمن بن عبد الرحمن استقبل الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير الخارجية السيد رمطان لعم امرأ استقبل هو الآخر كلا من ضيف شرف الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ووزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان السعود كما حل بالجزائر السيد إلهام عليف رئيس حركة عدم الانحياز كضيف شرف في الدورة الحادية والثلاثين للقمة العربية اشتركوا في القناة